يا مساء الخير والتفاؤل والرزق الواسع على كل مشاهدي صدى البلد يارب جميعا تكونوا بكل خير وكل أوقاتك وتكون خير زي ما تعودنا كل أسبوع بنتكلم في حاجة بتفرق مع الناس وبتفرق معها في وعيها وفي أفكارها النهاردة فكرت ان انا اتكلم عن إدارة الأزمات والفلوس وفكرة الرزق وفكرة الوفرة وفكرة السروات وفكرة الدولارات وفكرة كل حاجة احنا جواها الفترة دي المرحلة اللي احنا فيها محتاجة وعي أكتر مننا ونفهم يعني ايه إدارة الأزمة ونفهم يعني ايه احنا بنعمل ايه مع الفلوس وعلاقتنا بيها ازاي وده بيفرق معانا ازاي هنتكلم من أول يعني ايه إدارة الأزمة ونفهم مفهوم الأزمة وليه بتبقى موجودة والأفكار الكتير المرتبطة بيها الجوانب اللي في حياتنا بنواجهها بنعرف ان فيه أحداث كتير بتمر علينا في البلاد في العالم كله ما بينه عين من الأزمات أزمات طبيعية وأزمات إنسانية يعني ايه أزمات طبيعية وأزمات إنسانية يعني في العالم فيه بعض البلاد بتضربها سيول بتضربها فيضنات بيضربها زلازل بيحصل حاجة خلل بيحصل من البلد زي البلاد اللي فيها النهاردة حروب وزي البلاد اللي فيها النهاردة أزمات كبيرة قوي مختلفة احنا عندنا الفترة اللي فاتت مرين على مدار الكزا سنة اللي فاتوا دول بأكتر من أزمة بداية من جائحة الكورونا جائحة الكورونا خلت الناس وعيها اختلف شوية كتير بدأت تفكر بوعي أكتر ازاي تدير الأزمة دي وتفهمها وتعرف نفسها أكتر فيها زي ما احنا قلنا محتاجين نعيد حساباتنا تاني ناس كتير كانت بعثتلي وسألتني طب احنا نتعامل ازاي مع الفلوس في الفترة دي وازاي ندير أزمة الفلوس وخصوصا ان الجنيه بتاعنا بقى أقل من الدولار والكلام الكتير قوي اللي الناس بتبعته لما اتكلمت مع بعض الخبرة والناس المحللين الاقتصاديين كان الكلام ان وقت الكورونا الناس كتير قوي لما تقفل عليها عادت حساباتها قللت احتياجاتها بدأت تركز ايه اللي بتعامل في البيت ويه اللي بتجاب من برا وازاي نرجع أولوياتنا تاني ازاي نفهم احنا نقدر نعمل ايه ازاي نقدر نقتصد ازاي نفهم الفكرة صح بطريقة علمية بوعي طيب احنا عايزين نعرف ايه الأحداث اللي بتقدي ان يبقى فيه أزمة أصلا وليه بيوصل لدماغنا ان فيه أزمة حقيقية من فكرة زي الفلوس وزي الأحداث الكتير اللي حوالينا كتير قوي حوالية بقى فيه معلومات مش كافية معلومات مش مزبوطة السوشيل ميديا من أكتر أبواب ان الناس بتتفرج وتشوف حاجات في متناول ايدي الناس تانية هي مش بتعايتها زي بالظبط في أحد المولات الشهيرة ان بقى فيه سكرين برقم مجازف فيه هو الناس دي كلها هتروح تشتري السكرين دي مثلا طيب دي معلومات عن فئة معينة او عن منتج معين بيتباع بطريقة ليه يصير جدل ويخلي الناس تفكر بر حدود ان هي ده امكانياتها او غير امكانياتها ليه الناس ما تركزش على نفسها وتركز على أولوياتها هي واحتياجاتها الأساسية واللي تقدر من وراها تفهم حجم دخلها وحجم ازاي تقتصد في دخلها وازاي يبقى عندها وعي مالي أعلى شوي حاجة تانية فيه ناس عندها ثقة زيادة في نفسها بتوصلها انها سهلة اي حاجة سهلة اي حاجة بسيطة اي حاجة عادي حنقدر نتعامل معها النقطة دي انت محتاج تدرس الوضع اللي انت فيه تبقى عارف ايه اللي دخلك ايه اللي خارج عليك ازاي بتدير حساباتك ازاي لو انت موظف وداخلك مبلغ من المال بتوظفه صح بتقدر تتدخر منه بتقدر تفكر في مستقبلك بتقدر تفكر ايه اللي جايلك ولا انت ماشي كده بالبركة وماشي من غير ما تحسبها وتعرف أولوياتك واحتياجاتك وخصوصا احنا مع بداية دخول خلاص السنة بتخلص والناس كتير مثلا بدأت تخطط للسنة الجديدة وتشوف افكارها رايحة بيها على فين يا ترى خططت وبدأت تشوف انت محتاج ايه بجد ايه الاحتياجات بتاعتك فتقدر ترسمها زي الخريطة للفترة الجاية فتعرف دخلك واللي خارج منك واقتصادك ومادياتك هل النقطة دي ماشي معك جانب التخطيط مهم جدا جدا في حياة كل الناس وبالذات الصغيرين في السنة او الشباب الحياة هنا محتاجة تخطيط شوية كتير وعي بالتخطيط بمعنى انت لو عرفت اللي داخل واللي خارج بخطة مدروسة هتعرف تفهم ايه اللي تقدر تستغنى عنه ايه اللي تقدر تزوده في حياتك ايه اللي تقدر عندك وقت تتعلم مهارة جديدة وتطور من نفسك فيها ايه اللي تقدر تديه للي حواليك ايه اللي تقدر حقيقي تحطه في الخطة بتاعت شعر قدام اتنين تلاتة وتقدر تشتغل على نفسك بوعي اعلى اشعاعات كتير حوالينا تخويف اكتر ما هي وعي في فرق ان لو كل واحد ركز عليه على نفسه وقدر يعرف امكانياته وحدوده لنفسه وما بصش على اللي حواليه وهي ظاهرة الفومو او ظاهرة ان احنا دايما بندور في السوشال ميديا دايما بنشوف مين اشترى ايه مين جاب ايه مين غير ايه ايه مين عنده حاجة مش عندي عيب السوشال ميديا انه خلك كل حاجة في البيوت كأنه فتح البيوت على بعض قرب الناس بقينا بنشوف صور على الفيسبوك وصور على الانستجرام وصور حوالينا احنا مش عارفين اللي ورا الصور دي هل ده حقيقة هل هو الناس فعلا بتتباهى بس بالمظاهر وبالاشكال الخارجية ولا هي فعلا كده وده الحقيقي بتاعها فيه حاجات كتير قادعة فالافضل للشباب انه يشتغل على نفسه ويطور من مهاراته ويشتغل ويفهم اللي جاي ليه هو ايه ما يعودش يدور ورا الحاجات اللي حواليه مصادر كتير مش موثوق فيها بتقول معلومات غلط يفضل ان انت لو هتاخد معلومة تاخدها من مصدر موثوق تعرف اكتر تفهم اكتر عن نفسك وعن وعيك وعن الدنيا اللي حواليك محتدين نتعلم من الازمات ان احنا نفهم نفسنا اكتر نعرف صلبتنا النفسية الازمات لما بتحصل بتكتشف قوتك وصلبتك النفسية وقد انت عندك مرونة وعندك قدرة ان انت توصل بالفكرة دي لحاجات مهمة جدا في حياتك هتتعلم عن نفسك اكتر هتعرف نقاط قوتك هتعرف نقاط الضغف اللي عندك وتتجنبها ونقاط قوتك وتشتغل عليها هتعرف المهارات اللي عندك ناس تتير قوي لما بدأ يسمعوا عن موضوع فرق العملات والحاجات دي بدأوا يطوروا من نفسهم وخصوصا ان بدأ يظهر في العصر الحديث وفي السنين الاخيرة بعض الشغل الموجود من خلال الانلاين بدل ما هم ياخدوا الموضوع انه مجرد بيضيع وقت على السوشيال ميديا هم بدأوا ياخدوا الموضوع انهم يطوروا من مهاراتهم ويتعلموا افكار جديدة ومهارات جديدة يقدروا من خلالها يشتغلوا ويتطوروا ويجيبوا عملة صعبة ويخش لهم دخل خاص بيهم وده بيفرق معاهم جدا وبيفرق في حياتهم كتير قوي ناس كتير في وقت الكورونا قدرت تشتغل أزمة الكورونا ظهرت بعض الشغلانات الكتير قوي وده اللي انا قصدي عليه ناس كتير قدرت تواجه الأزمة على رغم ان الناس قفلت ظهر فئات كتير قوي بمنتجات كتير بأفكار كتير قدرت تساعد الناس اللي حوالينا حقيقي ظهور المنتجات والخدمات دي بتوسع كبير ساعد الناس ان بدل ما يبقى فيه فكرة واحدة للدخل بقى فيه تعدد مصادر للدخل بقى فيه ان انت تفهم يعني ايه علاقتك بالفلوس وان انت بدل ما بيبقى فيه شغلانة واحدة انت عندك ساعة زيادة في اليوم تقدر تطلع منها فلوس الشباب الصغير والجيل الجديد سواء دخلوا الخدمات او الاشغال او الشغلانات اللي موجودة اونلاين بقت أفكار كتير قوي وموجود مصادر كتيرة ليها وموجود فعلا اكتر من ويبسايت تقدر تدخل وتسجل عليه وتشتغل بحاجات بسيطة جدا وبيبقى ليها مقابل وده بيخليك عندك تعدد لمصادر دخلك وده مهمة اوي ان احنا ما يبقاش عندنا مصدر دخل واحد وده اللي حيفرق مع الشباب جدا وحيفرق مع الجيل ده ان هو فعلا هيحس بالوفرة ويعيشها مهمة اوي ان انت تبقى عندك جزء دايما بتتدخره وتفكر في تطور نفسك وتفكر انت بتستثمر في وعيك وتستثمر في عقلك الاستثمار مش بس ان انا اعمل حاجة واشيل فلوس الاستثمار ممكن ان انت بتاخد علم جديد بتاخد كورس جديد بتاخد شهادة معتمدة في حاجة محددة تزود من امكانياتك وتطورك وتخليه تقدر تمنك او سعرك او شغلك يعلى لانك كل ما الانسان بتطور في الشغل وفي العلم كل ما تمنه بيزيد في الحتة بتاعته مهمة اوي اوي ان في حاجة في دننا ومهمة اوي ان الناس تبقى بتتعامل بيها الا وهي الامتنان ربنا قال في القرآن ولقين شكرتم لأزيد انكم ربنا امرنا بالشكر ووعد انه يزيدنا فلو الانسان شكر ربنا على نعم ويركز على اللي في ايده مش اللي في ايد غيره ربنا هيزيده وحيفكر الازمة لان البداية مننا احنا مش بداية من حد تاني من عندك من جوة مهم جدا ان احنا نعرف ان فعلا فعلا البيوت والناس اللي حوالينا زي ما احنا حاسين ان فيه ازمة او حاسين ان فيه تحدي موجود دايما دايما وسع دائرة اهلك وصحابك وعلاقاتك اسأل على اللي حواليك الناس بقت كتير فيه منها مضغوط وما بيتكلمش دورك ان انت يبقى فيه حاجة اسمها التكافل ما بينك وما بين اللي حواليك خلي الوسع ده معايت لان عقلك حيخليك بدن بتساعد ربنا حيبعط لك اللي يساعدك وحتلاقي دايما دايما دعم العيلة ودعم الصحاب ودعم الناس القريبة بيفتح ابواب العلاقات بتفتح ابواب للشغل مفيدة جدا بتلاقي ناس بترشحك لحاجة عندهم حد تاني بيقولك على فكرة ممتازة ممكن تروح لها ودود دنيا دا عمى حواليه من اهل من اصدقاء من جران من معارف من علاقات للشغل بتزيد فرصك في الحياة ان انت تعرف تزود من مهاراتك وتزود من دخلك وده مهمة اوي في الازمة او في الاوقات اللي احنا فيها دايما دايما خلي عندك بدايل ابتكارية يعني ايه بدايل ابتكارية دايما يبقى عندك بلان بي مش كل الناس بتفكر لما بتخطط ان يبقى عندها بلان بي او انها عندها بلان تانية وتساعد نفسها بيها الناس بتوقف افقارها على فكرة واحدة العقول نوعين عقل عنده الساعة شايف ان فيه فرص كتير الفرص موجودة هقدر الفرص اخدها في اي وقت وناس تانية شايفة ان الفرص مش موجودة وصعب قبض المجهود وصعب صعب 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 يقفل على نفسه طاقة الرزق مهم اوي ان انت توسع على نفسك فكرة ان كل حاجة حواليك ربنا خزينه لا تنفذ ربنا هو اللي حيرزق محتدين نعلي وعينا في الحتة دي محتدين نرجع نمتن لكل نعم ربنا اللي في ادينا زي زمان كانوا لو حاجة تكسرت بيصلحوها احنا الناس دلوقتي لو حاجة تكسرت بيرموها وده فرق وعي الدبير قوي عايزين نرجع لقصولنا ولبيوتنا بتاعت زمان للناس اللي عندها وعي قد ايه بتحافظ عن النعم اللي في اديها قد ايه عارفة حدودها قد ايه دايما بتبص لنعم ربنا عليها وبتشكر علشان ربنا وعد لقين شكرتم لأزيد انكم ضروري يبقى عندنا دايما خطة للطوارق لان اوقات كتير قوي لما بتقفل بنبقى عايزين دايما عقلنا يساعدنا ان احنا نفكر في خطط ايجابية وفي خطط بديلة وده مهم قوي قوي ان احنا نفهم الدنيا اللي حوالينا ماشي ازاي ونمشي مع التطور ومع الدنيا صح علشان ما نحسش بأزمة نحس انها ساعة وانها خير ونقدر فعلا نحول الأزمة لفرصة مفيدة لنا ونصالح الفلوس وهي تصالحنا ونحبها وهي تحبنا زي ما لسه كنت بتكلم مع حد من أصدقائي كان بتقولي انا بحب الفلوس والفلوس بتحبني فعلى فترة هو دي حاجة طاقة انت محتاج تحس ان ربنا حيرزقك وحيبعتلك وان خزائن ربنا لا تنفذ وده حيفرق معاك ان انت بتحول دايما الأزمة لفرصة في عقلك قبل ما يبقى في الواقع وده بيساعدك ان انت بتجذب الفلوس لك وتجذب ان الأزمة تبقى بسيطة وتعدي زي ما عدت قبلها الكورونا وزي ما عدت قبل الكورونا أزمات كتير قوية على مدار السنين اللي فاتوا في حياتنا بقى حتكلم عن حياتي على يعني عدت صهرة وعدت قبلها الفلوانزة تسيور الأزمة ضيقة والأزمة بتخنق ولكن بتعدي وبتعدي وبتعدي وربنا بيبعد ساعة بعدها ودايما بيقول لما بتضيق قوي بتفرج قوي والدنيا بتفرق حقيقي أهم حاجة وعينا يبقى شايف ده بجد وما نضيقهاش على نفسنا ولا على الناس اللي حوالينا ودايما نقول للناس الكلام الإيديابي اللي يبث في رخهم الخير والأمل ان دايما بكر أحسن وان الفرص دايما بتتحول لكل خير مهمة قوي ان احنا نفهم ان العقليات بتاعتنا هي اللي بتساعدنا وهي اللي بتجذب ده وزي ما قلت في نوعين من العقليات عقلية بتشوف ان كل التحديات عبارة عن فرص دهابية تقدر تطلع منها أفكار ملهمة جدا وتساعد بيها الناس اللي حواليها وفي العقليات المنغلقة اللي شايفة ان صعب جدا الدنيا مقفولة وان خلاص يعني الناس دي انا ببقى مشفقة عليهم فعلا بيدي لكل واحد على قد الطاقة للهواء والقدر موكله بالمنطق اللي احنا بننطق به هو اللي بيحصل فدايما استبشروا بكلامكم استبشروا بكلامكم بكل خير وشوفوا ان الخير دايما حيدي ربنا ما بيقفلش علينا ابدا الخير لان الازمات كمان فرصة حقيقية لاكتشاف النفس انت تقدر تطور من نفسك تقدر تتعلم مهارة جديدة تساعدك على باب جديد من ببان الرزم حاجة جنب شغلك ناس كتير قوي بدأت بزنس خاص بيها او بدأوا مشاريع صغيرة قوي جنب اشغالهم ناس كتير قدروا ينجحوا ناس كتير بدأت تصنع علشان احنا محتاجين كل اللي يصنع فنقدر نصدر للخارج ويبقى فيه العملة صعبة بسهولة جدا ومش هتبقى عملة صعبة هتبقى عملة سهلة وبسيطة لان عندي صناعة وعندي ناس تقدر تعمل حاجات مفيدة جدا لبلدها ولكل الناس اللي حواليها فابدأ بالعاليت اللي عنده فكرة يقدر يحولها لحاجة فرض الواقع يعملها لان ده حيساعده حيساعد كل الناس اللي حواليه انها فعلا حال البلد وحال الدنيا اللي حواليه تصلح احنا محتاجين تصنيع تصنيع وصناعة تخلينا نقلل احتياجاتنا اللي بتيدي من الخارج وبندفع فيها دولارات كتير قوي فاقتصادنا يتزبط بدم عندنا كوادر وشباب ممتاز يقدر يعمل حاجات مميزة جدا 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 مهمة قوي برضو ان احنا دايما بنتحلى بالصبر والتفاقل ونفكر نفسنا ان كل الازمات اللي فاتت عدت وخلصت وان شاء الله الازمة دي هتعديه وحتبقى مجرد تحدي احنا قد اي تحدي عد علينا كتير وبنقولها لنفسنا ان احنا قد التحدي انت تقدر تعدي التحدي ده على خير هتحول الازمة الفرصة هتطور من نفسك ومن عملك اشتغل اعمل حاجة خاصة بيك باي طريقة البزنس في خدمات وفي منتجات تقدر تعمل اي مهارة عندك تحولها تجيب لك فلوس جنب شغلك ما حدش بيقول لحد تسيب شغلك بالعكس الناس تقول طور من شغلك اشتغل جنب شغلك اعمل بزنس خاص بيك يفرق معك ويفرق مع دنيتك دايما نقول لنفسك ان البداية عندك انت وانت اول خيط يساعد الدنيا اللي حوالينا انها تتطور مهم قوي نعرف ان الرزق نوعين نوع بيطلبنا وده اللي احنا كلنا عارفين وربنا كتبهولنا ونوع احنا اللي بنتطلبه النوع اللي احنا بنتطلبه بيجي بالسعي فالسعي ثم السعي ثم السعي انت عليك دور كبير جدا غيروا كلامكو قولوا ان كل حاجة جاية بالخير ان الدنيا هتتعدل زي ما خدنا نقطة الاصلاح ركزوا على نفسكو ركزوا على مستقبلكو فكروا بواعي اكتر بواعي ان انت اللي بايدك تعمله اعمله ابدأ اسعى وبسم الله وحتلقي ربنا يصدر لك كل حاجة الوفرة في العقل الوفرة في الحياة طول ما انت بتضحك ودحكتك حلوة انت عندك وفرة طول ما انت عندك عيلة كويسة انت عندك وفرة طول ما انت عندك صحاب كويسين انت عندك وفرة طول ما انت قادر تاكل وتشرب وتنام سليم معافي ما عندكش اي امراض انت عندك وفرة ده كل ده الوفرة الغنى مختلف الغنى فلوس في البنوك ولكن ان عنده الوفرة بيبقى عايش بسعادة وعايش بايجابية ومختلف كتير يا رب الكلام يكون مفيد لكم لو في اي سؤال اكتبو لي تحت وان شاء الله اجاوب عليكم كلكم